يعد السكر من أكثر الأمراض انتشارا في العقود الأخيرة حيث خصص له يوم عالمي يصادف 14 من نوفمبر من كل سنة اختير هذا اليوم لأنه يتزامن مع ذكرى ميلاد الطبيب الكندي فريدريك بانتينغ والذي شارك في اكتشاف علاج الإنسلين عام 1922 ترمز الحلقة الزرقاء في الشعار إلى الدائرة الزرقاء ترمز لوحدة المجتمع العالمي في مواجهة السكري أما الدائرة بنفسها وبحداتها فتشير إلى وحدة هذا المجتمع الشعار لاحتفال هذا العام هو الأسرة ومرض السكري يهدف إلى رفع الوعي بتأثير المرض في الأسرة بتعزيز دورها أيضا في الوقاية منه هناك ثلاثة أنواع للسكري أو من السكري وهي النوع الأول يتمثل أو يصيب الفرد في حال فشل الجسم في تصنيع الإنسلين أو إفراز هورمون الإنسلين أما النوع الثاني فيتمثل وهو الأكثر شيوعا حين يكون إفراز الإنسلين طبيعي ولكن المشكلة تكون أو تكمن في استجابة المستقبلات أما النوع الثالث فهو مرتبط بالحمل وينتهي عادة ما بعد الإنجاب يعد السكري من الأمراض الخطرة وذلك بسبب المضاعفات التي تنتج عنه حيث وجدت الإحصاءات بأن أكثر من 60% من أمراض القلب والشرين مرتبطة بشكل مباشر بالسكري كذلك أعلى النسب لحدوث البتر هذا بالإضافة إلى فقدان البصر أو ضعف البصر تشير إحصائيات الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للسكري لعام 2017 إلى أن عدد المصابين بالسكري بلغ 600 مليون شخص منهم نحو 83 مليون مصابون في منطقة الشرق الأوسط وحدها ويشير الاتحاد الدولي للسكري إلى أن الصين والهند تعتبران من الدول العشر التي سجلت أعلى نسب إصابة بهذا المرض كما أن هناك سبع دول عربية تتراوح نسب الإصابة عند البالغين فيها ما بين 15 إلى 20% ورغم هذا الواقع المقلق تفيد دراسات حديثة بأنه حتى ما بعد الإصابة بالسكري بسنتين أو أكثر فإنه يمكن التخلص منه عن طريق إنقاص 5 إلى 10% من الوزن بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية ينضم إلينا من القاهرة استشاري الأمراض البطنية دكتور هاني جبران دكتور هاني مرحبا بك معنا إذن اليوم في اليوم العالمي اللي ده السكري دعنا نتوقف كنظرة عامة ما الذي حققته الإنسانية والأشواط التي قطعتها الإنسانية أمام مساعي العلاج والتوعية بهذا المرض وما هي التحديات التي لا تزال تشرف عليها أولا أنا أشكرك جدا على الاستضافة وحاجة مهمة جدا اللي حضرتك وضحتي للناس كلهم إن فعلا إن مرض السكري له أعراض جانبية كتير ولو مشاكل كتير لكن العلم تطور جدا في علاج مرض السكر من الإنسولين من زمامة 1921 لغاية دلوقتي تطور تطور جامد جدا والأدوية كمان اتغيرت وبعد ما كانت بتسبب مشاكل وفيها حاجات بتأثر على البناء عدم دلوقتي التطور العلمي زاد جدا وأهم حاجة إن فيه أدوية حديثة استحدثت ممكن تقلل مرض السكر وممكن مع النظام الغذائي والرياضة ممكن كل ده مرض السكر بيروح لا مش هيروح هو هيتعايش معها كويس عند طبيعة هذه الأدوية لو توضح لنا الصور يعني بالأمس كان هناك إعلان للمنظمة الصحة العالمية تحدثت ربما عن جهود ستطلقها من أجل ربما الجيل الثاني أو الجنريك لا أعرف ترجمته بالعربية للإنسولين كون أن 80 مليون من المصابين بدأ سكر بحاجة مساء ويستخدمون الإنسولين نصفهم لا يستطيعون توفيره كونه يعتبر غالي السعر بالنسبة لهم وبالتالي أطلقت هذه المبادرة من أجل خفض التكاليف هذه المبادرات ما الذي تعكس عن ربما التحديات التي تواجه عدد كبير حول العالم لا سيما في الدول النامية الفقيرة التي لا يمكن أن تواجه الكلفة كويس هي وفعلا الكلام ده حقيقي لأن فيه مش الإنسولين الإنسولين يعتبر مش غالي هو فيه أدوية مستحدثة حديثة هي دي اللي بقت غالية ودي بتساعد كتير قوي إن هي تقلل مرض السكر وعلشان كده منظمة الإيدي إيه اللي هي منظمة السكر العالمية في أمريكا قالت إن ممكن نعالج السكر بكذا طريقة يعني على حسب مديات الشخص وكله هيبقى بنفس الطريقة لكن بتصنف بقى الدواء مختلف من شخص إلى شخص على حسب إمكانياته لو الإمكانيات كانت متاحة ويقدر هيبقى يخف أكتر لكن إلا الدواء التاني كويس بس مع المدة الطويلة ممكن يعمل إهلاك للبنكرياس فيبتدي برضو نستخدم إنسولين كل اللي يهمنا إن إحنا بقدر الإمكان نزبط سكرنا مظبوط نبقى فيه نظام غذائي وصحة في أي دواء بقى مش هتفرق بقى الدواء إيه حينزل السكر والمتابعة والأهم من كده الكشف المبكر كلام مهم جدا لأن لو ما كشفناش مبكر مش هنقدر نتعامل مع مرض السكر بطريقة سليمة يبقى الكشف المبكر المتابعة كمان مهمة والأهم من كل ده إنه لازم ياخد الدواء باستمرار ومتابعة مع الطبيب علشان يكون السكر تحت الإيدينا ما يبقاش فيه مضاعفات وما يحشلس أي مشاكل نهائيا من مرض السكر من غير متابعة من غير ناخد الدواء مش ممكن إيه هنخفق أبدا طيب دعني أزقاك دكتور عن السبب ربما في ارتفاع هذه النسبة في مناطق أكثر من غيرها إلى مدى يعود بس يما النسبة المرتفعة بالنسبة للدول العربية منطقة الشرق الأوسط ربما تحدثنا في التقرير بعض الدول تصل نسبة فيها إلى العشرين بالمئة مضبوط اللي حصل المشكلة دي من نسبة عشرين في المئة والكلام ده لأن لعدم الكشف المبكر اللي حصل أن احنا فيه هنا في القاهرة في مصر حملة مئة مليون صحة الأرساد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان متبنيها عملت حاجة زي ما تقولي حاجة كبيرة جدا أن احنا اكتشفنا ناس كتير جدا ما كانتش تعرف أن هي عندها سكر والحملة هي اللي خلتها تكتشف وابتدت تتابع وابتدت تهتم يعني كانت مع الحملة اللي هي فيروس سي كان فيه أن احنا بنقيس السكر ناس كتير ما كانتش متأكدة أن هي عندها سكر كان بتقول دي أعراض حاجة تانية ممكن يكون عندي شوية التهابات ممكن يكون ما بيهتم مش لما عملت الحملة اللي اكتشفنا أن فيه ناس كتير عندها سكر ابتدت تهتم التوعية والمتابعة هي دي اللي خلت الواحد ممكن نقلل احتماليات أن الناس اللي عندها السكر تقل كتير وتبقى تكتشفوا بدري يبقى الأهم اللي احنا يحصل توعية ونفهم أن الناس أن الموضوع مش نهاية العالم اللي عند السكر مش خلاص الموضوع انتهى ممكن يتعالج ممكن نظام غذائي صحي سليم مع الرياضة والكشف المبكر وحقولها تاني الكشف المبكر مهم جدا علشان نمنع الأعراض الجانبية فارد كل المناطق العربية تعمل نفس الحزو بتاع مصر وتعمل نفس حكاية الكشف المبكر لجميع المواطنين حنقدر نتحكم فيه السكر وحنتحكم فيه النسبة لتكنس الناس عندها السكر نعم شكرا جزيلا لك من القاهرة استشارية الأمراض البطنية دكتور هاني جبران شكرا